مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير نحييكم في هذا اللقاء الخاص مع وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري سيادة الوزير أهلا بك في سكاينيوز عربية أهلا وسهلا سيادة الوزير هناك مخاطر مركبة تواجه مصر والمنطقة وفي هذا السياق تبرز قضية الأمن القومي المائي برأيك هل أنتم راضون في القاهرة عن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن ملف سد النهضة والمخاطر المتوقعة أو التي باتت قريبة بالأحرى على الأمن المائي المصر جراء استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي الموضوع طبعا له أهميته ويتم متابعته بشكل وثيق من كافة جهزة الدولة ويتم تعامل معه بإطار سياسي وإطار فني علمي وهو الذي يحدد مدى الأثار في الحقيقة التعجل في الأحكام ليس من الأمر المفيد عند تناول قضايا بمثل هذه الجسامة وإنما الاعتماد على المصار السياسي وما تم التوصل إليه من اتفاق ثلاثي جعل هناك إطار قانوني يحكم هذه القضية لم يكن وارد من قبل من قبل كان هناك عمل يتم في السد على الأراضي الأثيوبية ولم يكن هناك أي نوع من التوافق الثلاثي ومستند قانوني يتم تحديد الإطار والعلاقة المتصلة بسد النهضة والإجراءات المرتبطة بالإقرار المبادئ التي هي مرتبطة بعدم الإدرار زي شأن بالنسبة لدول المصاب وأيضا الحديث عن المبادئ الأخرى التي تحكم مثل هذا التعاون في إطار حود المشترك للأنهار فهذا الإطار القانوني هو الذي يتم من خلاله إقرار إلى أي مدى التزام الدول الثلاثة بالعمل المشترك للسير في هذا المشروع دون أن يترتب عليه أثار وهناك من ناحية الفنية العلمية التوافق حول اختيار الشركات المحيدة لها مصدقيتها الدولية لدراسة وفية لكل الاعتبارات المترتبة على السد وهي التي تحدد الأثار وبالتالي وهي التي تحدد كيفية ضرء المخاطر وضرء الأثار على دول المصاب وهناك ليس فقط أثار مائية وإنما أثار بيئية وأثار اقتصادية وكل ذلك سوف يتم تناوله من خلال الدراسات التي أعربت في الاتفاق القانوني إثيوبيا عن التزامها باحترامها والعمل من خلال هذه الدراسات فالحمد لله هناك اللقاءات على المستوى السوداسي بين وزراء الخارجية ووزراء الري المستوى الفني والتواصل على مستوى القيادات السياسية كلها تتولي هذا الموضوع الاهتمام والرعاية وترصد القطوات المختلفة خلال المراحل المختلفة من إنشاء السد ونصل إن شاء الله وفقا للإطار القانوني الذي اتفقنا عليه إلى ما يطمئن ويضمن لكل من مصر والسودان باعتبرهما دولتي المصاب بأنه لن يتأثر بشكل جوهري من إقامة هذا السد التقيت منذ فترة وجيزة برئيس الوزراء الأثيوبي وكان حديث مع معاوني مرة أخرى هناك تأكيد على الاهتمام بتنمية العلاقة الثنائية مع مصر بالاهتمام بأن يكون العمل في هذا السد والاتفاق الذي تم التوصل إليه هو ركيزة لبناء الثقة بين الثلاثة الدول أو في العلاقة المصرية الأثيوبية الثنائية وهذا عزم مصر أيضا أن تبني ثقة وأن تنشئ علاقات تعاون ومصالح مشتركة تجعل من هذه علاقة تتجاوز مجرد مشروع وأوحد هو مشروع سد النقد من الجنوب إلى الغرب كيف ترى القاهرة الأزمة في ليبيا وكيف يمكن حلحلة الأوضاع في ليبيا في الظل ما يصفوه البعض بتدخلات إقليمية تؤثر سلبا على سر العملية السياسية هناك ما تم التوصل إليه من اتفاق في السخيرات وما تالى ذلك من جهود لتشكيل حكومة الوفاق ورغم أن الحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب وإنما انعقاد المجلس واعتماده واتفاق السخيرات في حد ذاته هو تطور له أهميته ويرسي الإطار السياسي لحل الأزمة وتشكيل الحكومة مرة أخرى بالشكل الذي يجعلها تحظى بالثقة وممارستها لناشطها وممارستها لمسؤوليتها في تحقيق الأمن والاستقرار والخدمات للشعب الليبي أمر مهم بالتعاون مع دول الجوار ومع الشركاء الدوليين في تعزيز قدرات الحكومة التي سوف تنشأ ولكن لابد أن تكون كافة الجهود الدولية منصبة حول الحل السياسي حول ما أقرت به الأغربية من اتفاق السخيرات اتفاق للخروج من هذه الأزمة بأنه ليس هناك حل عسكري أن هناك ظاهرة إرهاب تستشري ولابد من مواجهتها ولا يستطيع أن يواجهها إلا الشعب الليبي الجيش الليبي الحكومة الليبية ومن ثم أهمية تعزيز هذه الحكومة ورفع قفاءتها وقدرتها حتى تواجه هذه المخاطر فهناك توافق دولي على المصاري السياسي المصاري الأممي يجب أن يستمر في دعمه ويجب أن نبتعد كل البعد عن كل الدوائر التي تعمل على إفشال هذا الجهد والاستمرار في حالة عدم الاستقرار والازدواجية الخائمة هل تعتبر أن تركيا تتدخل بشكل سلبي في المشهد الليبي؟ يعني هو أيضا بدون الدخول في تفاصيل هناك بتأكيد دول بتزكي أطراف ليست لها أرضية كافية لدي الشعب الليبي وتجعل من قدرتها هي قدرة عسكرية على السيطرة على الأمور واستمرار إعاقة العمل السياسي المتوافق عليها وهذه الدول لا بد أن تتراجع عن ذلك وهي دول خارجة عن الإقليم خارجة عن نطاق دول الجوار ليست لها اتصال مباشر جغرافي أو ثقافي مع ليبيا وبالتالي يجب أن تكف عن هذه التدخلات لأنها بتعقد المشهد وبتزكي نعرة التقسيم والتشرزم داخل ليبيا وذلك لن يفيد الشعب الليبي ولا يفيد الاستقرار بالمنطقة إن تصبح ليبيا مركز وينتشر من خلالها الإرهاب ليسيطر على مقدرات الشعب الليبي ويستخدمها لدعم المنظمات الإرهابية على المستوى العالمي يشكل خطورة بالغة على ليس فقط دول الجوار والمنطقة ولكن على العالم أجمع هل هناك ما يمكن وصفه بمعطيات أو اعتبارات أو حتى شروط تضعها القاهرة للعلاقة مع تركيا وتطويرها؟ مصر لا تضع شروط وإنما مصر تتعامل في سياستها وفقا للقواعد المستقرة في العلاقات الدولية من أهمية الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومصر دائما منفتحة على علاقات متشعبة متنوعة مع كافة الأطراف المجتمع الدولي ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نقدم على أي نوع من توثيق العلاقات في ضوء سياسات فيها قدر كبير من التحامل والانقضاد على إرادة الشعب المصري وتظهر قدر من الجمود والسياسات التي لا تفيد فكل ذلك يجعل هناك قيود ولكن ليست نابعة من مصر ومصر دائما منفتحة على علاقات تعاون وعلاقات إيجابية عندما يكون الرغبة متبادلة في ظل هذه الأوضاع هل نتوقع قريبا تحسن في العلاقات المصرية القطرية؟ يعني لم يترأ أي تغيير مصر عضوة في مجلس الأمن كيف انعكس ذلك على القضايا العربية؟ وهل أسهم الحضور المصري في مجلس الأمن في تقديم الحلول أو المساعدة في تقديم الحلول في القضايا العربية بخاصة في الملف السوري على سبيل المثال؟ مجلس الأمن مصر تطلع بمسؤوليتها في تناول كافة القضايا الدولية والإقليمية وبالتأكيد أن القضايا السورية تأخذ اهتمام نظرا لقرب بدء عملية التفاوض مصر كان لها اهتمامها بهذه القضايا قبل عضويتها في مجلس الأمن بحكم اهتمامنا بالقضايا العربية وطبعا بما عناه لشعب السوري خلال السنوات الماضية نظرا لأعمال العسكرية والاختلافات القائمة ونفاذ الإرهاب إلى الأراضي السورية فسوف تستمر مصر في أن تلعب دورها في مبني على وصول الحلول السلمية للمنازعات من خلال الحوار والتوافق والدعم للمجتمع الدولي للمبادئ المرتصلة بمثاق الأمم المتحدة وإن شاء الله دورها في مجلس الأمن سوف يعزز من إسهمنا الإيجابي مصر دائما إسهمها هو إسهم إيجابي للصالح وإحتواء الأزمات وليس لتأجيجها أو زيادة حدة التوتر وماذا بشأن قضية العرب المركزية كما يصفوها العرب القضية الفلسطينية؟ فلسطين بالتأكيد لنا اهتمام بالغ بالقضية الفلسطينية وعقدة مؤخرا على هامش اجتماعات الجامعة العربية اجتماع للجنة المصغرة لانهاء الاحتلال تم الاستماع فيها إلى رؤية الإخوة في فلسطين في السلطة الوطنية فيما يتعلق بالخطوات القادمة وطلعت بمشاورات مع عدد من الشركاء الدوليين المؤثرين اتصالا بهذا نقوم في مجلس الأمن أيضا بتناول الأمر اتصالا بقضية حماية الشعب الفلسطيني وطبعا نرصد أي تحرخات ومورسات في مجال الاستيطان لتثار في مجلس الأمن عندما يكون هناك توافق فيما بين الدول العربية والقيادة السياسية الفلسطينية حول الخطوات التي تنتخذ إيران تصفها المملكة العربية السعودية بالعدو والخطر الداهم على الأمة العربية وكان هناك اجتماع للجامعة العربية يعني دانا الاعتداء الإيراني على البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد كيف ترى القاهرة إيران؟ هل هي عدو؟ صديق؟ جار؟ ربما يمكن التعاون معه؟ يعني نبتعد عن محاولة التصنيف بأشكال في الحقيقة ربما تؤدي إلى تعقيد الموقف ولكن الجامعة العربية تتعامل مع هذا الموقف من خلال القرار الذي صدر وهذا القرار أوكل لمجموعة من الدول العربية المملكة العربية السعودية الإمارات البحرين ومصر بأن تستطلع وتصيغ موقف عربي مشترك يؤدي إلى التعامل مع الأزمة التي نشأت اتصالا بحرق البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران وهذا قد تم خلال اجتماع الخلوة التي تمت في أبو زبي مؤخرا بين الوزراء العرب أجتمعت الأربعة دول وصاغت تصور لكيفية التعامل مع هذه القضية بما يسهم في دعم الأمن القوم العربي والسير بشكل فيه تضامن بين الدول العربية لتحديد إطار العلاقة مع إيران فالدول العربية وهي كيان متجانس، إقليمي، ثقافي له كل المقاومات التي تؤهله لأن يكون حامل أمنه القومي دون تدخلات خارجية، دون أي انقضاد على مصالح شعوبه من قبل أطراف خارج نطاقه المحدد وهذا هو متسق مع قواعد القانون الدولي مع العراف الدولية، مع طبيعة العلاقات الدولية وسوف تصاغ سياسة تكون لها إسهمها في تحقيق الأمن القومي العربي وبشكل مطلق وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لكي يبرهن الآخرون فيما يتعلق بما يطلقونه من اهتمام بتنمية علاقة إيجابية لتكون هذه العلاقة إيجابية لابد أن يكون لها مؤشرات وشواهد وهذا كلها أمور يتم سيغطها من خلال مجموعة نواة الدول العربية التي كلفت من قبل الجامعة سيدة الوزير سامح شكري وزير الخارجي المصري شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع سكاي نيوز عربية شكرا لك